ما هو الفرق بين محرك البنزين ومحرك الديزل؟ وما ميزات وعيوب كل واحد منهما؟ لندخل في التفاصيل سنبدأ بمحرك البنزين وأهم أجزاؤه هي الميكبس بيستون وذراع الميكبس بيستون راد ثم عمود المرفق كرانكشافت وهذه هي الصمامات أو الصبابات فالبز ثم شمعة الإشعال أو البوجي إغنيشن سبارك وهنا تكون قنوات التبريد التي يمر فيها الماء لتبريد المحرك والجزء السفلي من المحرك يكون فيه الزيت الذي يمر بعدة قنوات بين الأجزاء المتحركة لمنع التأكل ودورة عمل المحرك تتكون من أربعة أشواط شوط السحب ويتحرك فيه الميكبس للأسفل وبنفس الوقت تفتح صمام السحب سامحاً لخليط الهواء والوقود بالدخول لحجرة الاحتراق ثم شوط الضغط أو كومبريشن وفيه يتحرك الميكبس للأعلى بعدما أغلقت جميع الصمامات مما يؤدي لارتفاع حرارة وضغط خليط الهواء والوقود داخل حجرة الاحتراق شوط القدرة أو باور مع بقاء جميع الصمامات مغلقة تعطي شمعة الإشعال شرارة تؤدي إلى إشعال الخليط وتمدده وتدفع الميكبس للأسفل لتتحول هذه القوة إلى حركة دورانية عن طريق عمود المرفق ثم الشوط الرابع والأخير وهو شوط الطرد فيه يعود الميكبس للحركة إلى الأعلى وهنا يفتح صمام الطرد الذي يسمح للغازات الناتجة عن الاحتراق بأن تخرج خارج حجرة الاحتراق لتبدأ أربعة أشواط جديدة ويدور عمود المرفق دورتين خلال الأربعة أشواط أما محرك الديزل فيعمل بنفس المبدأ ويتألف بشكل عام من نفس الأجزاء إلا أن الاختلاف الجوهري هو في طريقة إشعال الوقود فمحركات الديزل في شوط السحب تسحب هواء فقط دون وقود وفي شوط الضغط يتم رفع درجة حرارة وضغط الهواء لقيام عالية أما في شوط القدرة فبدل شمعة الإشعال يكون هناك بخاخ أو حاقن يبخ كمية محددة من الديزل تكون بضغط عالي داخل حجرة الاحتراق فعند امتزاج الديزل بالهواء المضغود ودرجة الحرارة العالية يؤدي ذلك الاشتعال الديزل ويولد طاقة كبيرة تدفع المكبس للأسفل وثم يأتي شوط الطرد لإخراج نواتج الاحتراق وهنا لابد أن نتكلم عن نسبة الانضغاط أو compression ratio وهي النسبة بين أخفض نقطة يصل لها المكبس وتسمى النقطة الميت السفلة bottom dead center وعلى نقطة يصل لها المكبس أو النقطة الميت العليا top dead center عادة تكون نسبة الانضغاط في محركات البنزين تتراوح بين 8 إلى 1 و12 إلى 1 ورقم 8 إلى 1 يعني أن المكبس عند وجوده في النقطة الميت السفلة يكون هناك حجم أكثر بثمان مرات عما يكون عليه عند وجوده في النقطة الميت العليا بينما نسبة الانضغاط في محركات الديزل تكون بين 15 إلى 1 و23 إلى 1 أن نسبة الانضغاط العالية لها فوائد عديدة منها زيادة الطاقة التي يولدها المحرك بسبب الضغط العالي المتولد في حجرة الاحتراق وكفاة الاحتراق تكون عالية وعليه يأتي توفير الوقود نهيك عن زيادة في العزم الذي يولده المحرك وزيادة في قوة الجر لذلك نجد معظم الآلات الثقيلة والجرارات وحتى السفن تعمل بمحركات ديزل بفضل العزم الكبير الذي يولده المحرك لهذا تكون محركات الديزل أثقل وأثخن من محركات البنزين الضغط العالي والحرارة المتولدة بداخل المحرك فتكون عادة دارة تبريد محرك الديزل أكبر منها في البنزين لكن محرك الديزل يكون صوته أعلى واهتزازاته أكبر وتكون محركات البنزين أسرع من محركات الديزل بشكل عام قد تتساءل لماذا لا نزيد نسبة الانضغاط في محركات البنزين بشكل كبير لو فعلنا هذا سيعدي ذلك إلى حادثة تسمى الطرق أو نوكينج وهي تحدث لأن البنزين يشتعل من تلقاء نفسه بسبب ارتفاع درجة الحرارة قبل حدوث شرارة الإشعال وهذا يؤدي إلى حدوث اهتزازات في المحرك وارتفاع في صوته وقد يؤدي لتلف المحرك مع الوقت وهنا يظهر الاختلاف في التركيب الكيميائي وحرارة الاشتعال الذاتي بين الوقودين بشكل عام وقود الديزل أكثر كفاءة من البنزين لأنه يحتوي على سلسل أطول من الهيدروكربونات الموجودة في البنزين فهذا يعطي طاقة أكثر تقريباً بنسبة 15% انبعاثات أكاسيد النيتروجين أعلى في محرك الديزل بسبب الحرارة العالية أما محرك البنزين فانبعاثات الهيدروكربونات الغير محترقة تكون أكثر ماذا تعلم عن أكبر محرك ديزل في العالم؟ بارتسيلاء RT فليكس صمم لسفينة عملاقة تنقل أكثر من 16 ألف حاوية يزن 2300 طن عرضه 27 متر وارتطاعه 13 متر ونصف بارتفاع مبنى من أربعة طوابق عمود المرفق لواحده يزن 300 طن وكل مكبس يزن 5.4 طن يحتوي على 14 إستوانة كل هذه التركيبة تنتج أكثر من 108 ألف حصان هذا كل شيء أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك ليصلكم كل جديد